أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القادة العلا رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب قرار رقم واحد لسنة 2016 بتشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نائبا للرئيس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عضوا الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة عضوا الفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة عضوا اللواء طارق حسن الحسن عضوا العميد حقوقي يوسف راشد فليفل عضوا العميد عادل عبد الله أمين عضوا العقيد ركن علي بن عبد الرحمن آل خليفة عضوا ونص القرار على أن تكون مدة العضوية في الهيئة المذكورة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ترجمة نانسي قنقر